السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه مهم في عجالة بالنسبة للناس اللي كيجيوا عندي او الناس اللي كيبغيوا يتعالجوا عن بعد عبر جهاز الواتساب عبر سطبيق الواتساب عفوا. وكيجيوا وكان ردهم الوحد السبب هو انهم كيكونوا مقبل سبقوا بشاوعا شي فقي او مش عويد او ساحر او اكتب لهم او هزلهم لخاط او قرى لهم كما يقال قارئ الفنجان او 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 او. هد نعيد الناس هادو خيجي عندي من خارج ارض الوطن. قيت ودير هادشي هادا كمرضو. حتى كيغتاسل ويصلي ركعتين توبة الى الله نادما على فعلته عاد يقول لي رجع لعندي عاد ندير له الكشف ومدمعه لعلاج. وهذا بالنسبة لي وبالنسبة للخدمات دي لنا قانون يعني لا ما فيهش لا نقاشة فيه. ولذلك اي شخص بغير يتعالج او فكري يتعالج وشاف هذا المقطع هذا بارك الله فيكم. اغتاسل وتوب الى الله نادما. اي شخص بشال عند هذه الناس هادو من قبل اغتاسل ويصلي ركعتين وتوب لرب العالمين. عاد ياخذ معايا موعيد او يجيل عندي بش ميتعدبش. فقط هذا ما اردت ان اوضحه وانبه عليه حتى الانسان ميتعدبش يعني يقطع الكيلومترات او مثلا يقطع موعيد او ياخذ من وقته ثم ارده دون ان اقضي حاجته. والسلام عليكم ورحمة الله.